أصدقائي الأعزاء أحييكم باسم القيم الإنسانية كرامة الإنسان وحرية الفكر هل خطر ببالي أحدكم يوما أن فتاة على هذه الأرض يمكن أن تكون أحلامها أن تمشي على الرصيف وتنظر للناس والسيارات وتلمس الشمس بشرتها ويلعب الهواء بخصالات شعرها أو أن أحنم أن تفتحق قناة في reap pengود для السباح أنkraft وكأي أصدقائي أصدقائي الأحلام كان القيم الإيستمتعها أح أن أردعوكم سعيدم المهمة للسرحة النحوية والمج بشرتات التفاة الممنова أحبك وعندها؟ أعني أن هل throughsto من جميع تمر حاكويته أصدقائي الأشيارك أن الهواء لله��고 أ parachايا이었ة أحبك poquito يؤمن أجب أن يكون مثل أج这么正ثي أنحا يكمل مرحّف بتونجمع الإيشктين ما أفضل الأمر يمكنك أن يررر في الناس يا أبي أخدو خطوة خارجة أليس هذا أمرا موحيشان أمرا ميزا وو أبا أخده أبدا اشتغل أحضب هذا يحاول الأخرى أليس هذا الظلم كان مجدد في هذه الحياة والأسف الفيديو في هذه الحياة كانت تكموني بأن أخونا مغلفة أن تضعي الوصول Logياني للرجل من الأطفال. لا أقل إضافة também. بدأ مع خروجي من الإسلام طبعا الإسلام لا يمكن تركه أبدا فترك الإسلام يعني الردة والتي تعاقب بالقتل ولكن بيني وبين نفسي تركت هذا الدين دون رجعة وفجأة تغير كل شيء عندما بدأت أهتم للحياة وبدأت أقرأ وأقرأ باحفة عن أجوبة أجوبة كانت وما زالت مهمة بالنسبة لي كيف ولدت الأرض كيف بدأ الكون وكيف ظهر الإنسان على هذه الأرض كنت أبكي عندما أعلم أشياء كهذه لأنها كانت ممنوعة عني نظرية التطور أو فرضية الخلية الأولى نعم لقد كنت هذه الأسئلة في ضم عالم الممنوع علي أن أطأه عالم مجهول بدأت أكتشفه كل يوم أكثر وأكثر كنت أبكي مرة من فرحتي عند ملامستي لهذه المعرفة ومرة لحرقتي للجهل ولكنني أيقنت بأن الوقت لا ذا لا يستحق أن أبدأ من جديد في القondo وفريد ألاعطي كأن الإنسان الإله skillد وطول mujور أو الحيظ ст sailing ويترك بالأ outsider كانت التطبيقات وفيق الأم المسايع في الأرض من جنوة من جنوة. من جنوة من جنوة من جنوة وتعادن جنوة بشكل جنوة من جنوة. ونحن لم يكن ان تتعلموني جداً للميزة دكتهم. نجنة المدارسة التي تفعلها مجتمعها تحديث عن هذه المعرفة ومتعلها. فالتحي قبل أن نكون مجتمع من المعرفة وأن نتحقل مع المعرفة والفقرة. لكن عندما تركت الديان بدأت أبحث عن أجواب ولكني أخيتي أن يكون هناك حقيقة مطلقة. علينا أن نستخدم دائمنا المنطق والعقل لتطقيق كل ما نتعرف عليه رحلتي للإلحاد بدأت منذ خمس سنوات عندما بدأت أشك بكل شيء بالبداية تحولت إلى دينية وبعدها اقتنعت بأنني أصبحت ملحدة أنا ملحدة أنا الفتاة التي أنتمي لعائلة مسلمة سنية متعصبة أصبحت ملحدة أنا التي تعيش في السعودية ذلك الولد الذي يقتل من يصبح ملحدا أصبحت ملحدة إنه أمر يقترب من الجنون نحن أن نتعرف أصبحت مع الأعاند المحلسب لهم كما قررت لهم لمحاتم بالدني والعظم لمحاقات أصبحت أصبحت للمتحق لتقابع oleh أصبحت أصبحت لابطاً أصبحت أصبحت للمحاقات الأخرى ولكن أننا بيجب terre العظيم وقائز أنا على مدتهsek للمحاق بالجب سنوات أصبحت وقال أصبحت أصبحت في مستخدير كنت أصبحت أجنسي ويطرق أثنانية على أثنان أعطنان أثنان بمجهور لدى أنا أثنان من المجهور لتنبقي أثنان وهذا ما يصبحت أثنان أصبحت أثنان هذا صحيح أترحني كذلك أترحني أن أرغبت أمر وأنني أصبحت أمي وأنني أشكرت أمي أعطان أثنان ولكنها لم تصدق وأجبرتني أن أصلي أمامها وأن أقرأ القرآن وحتى وصل بها الحال أن تأخذني لمكة لأعتمر ويطمئن قلبها وأنا في الطريق كنت أبكي كيف لي أن أذهب لأسوأ مكان من نسبة لي كنت أرغب بشدة عند وصولي أن أصرخ أنني ملحدة أنني كافرة ولكن هذا كان كفيل بقتلي ختر ببالي أن أصور ورقة كتب عليها جمهورية الإلحاد وأرسلها لهم لنشرها أردت أن أخبر العالم كله أن هناك ملحدة يذهبون إلى هذا المكان بسببهم أرسلتني دعوة سيارة ولكن للأسف رفضت رفضت السفارة دعوة بسبب خوفهم من أن أطلب اللجوء بعدها لم يكن أمامي إلا تركيا لا أحتاج لفيزا وقتها يوما ما أوصلني والدي لعملي كالمعتاد وعند رحيله أخفت سكسي وتوجهت للمطار وأنا أرجف من الخوف هل حقا سوف أفعلها؟ هل حقا سوف أهرب؟ نعم أنا فعلتها وصلت أسطنبول خرجت من المطار ووقفت على الرصيف أستنشق الهواء بعدها ورحمة وقفت في الشمس للناس للسيارات وحقا سوف أقفت في المرة الأولى كما كنت أعلم وليس جيدا وليس جيدا وليس جيدا لهم سألتها نعم نعم لغة ريادة في القرية وقد وقفت ومتعني أنني أفعلت هذه الأمر الأولى وقفت في المساعدات لم يجب أن أخذ هذا المعطار الأمر وأخذ سألت أن أرحل أن أرحل الأرد من الربع أن أولادة أعلم نائيز من ريادة خلال قرية لها وقفت بإنزل شجرة على المتعب لأنني قريبا أن أتكلم أن أخذ مرات قطر في السلطان. لقد كانت أفعل مجببا من الرغم السلطان، لم تكن كبيرا أعزيز في سبيل مجببا لا أمريسيسيين من هناك. أين جانبا أطفالي مجببا جاء من الأعظم. وريكاني يدحوا بعض الهربائ Wel héحي سوفه توظي عن هذا الموت كنت أطلع ليفقتني في الطريق وكذبت أنني أذهبا ينتهي في إطنبول هل أردتني في فلحفها ومسحه كل القطل أنخ MVP في الوحفة خاطة الدمت إلى العلاق إلى الأمور إلى الأرداء إلى الناس وأنتني أولا في مبادن كما أدلتني لقد أعتقد بذكر كما أنت أنني أصرحت في الطاقة لقم بلى مداني ومتعب ومتعرفة أعمل لقد أفعل قاسي وصعب هنا وخاصة في أيامنا هذه لا تعطي الحياة هنا مجالا للحلم فالحياة هنا ضيقة ولا تتسع للأحلام ضيقة كما كان هو المكان الذي أسكن به في ذلك الكامب على أطراف مدينة كولين لم أكن أعلم أنه يجب أن أعيش في كامب مع نفس الأشخاص الذين هربت منهم مع المسلمين الذين يفكرون وأن استطاعوا سيفعلوا به هنا مثل الذين هربت أنا منهم لم أكن أعلم بأن المانيا تضع الضحية مع الجلال هنا سويا لم أكن أعلم 1992 الكثير من المسلمين لأنهم بالذكير والحلمين دى الأشخاص مجلد تغلق بأنهم كي تقني بأنني أعلم كي أعلم منها موالي تشعب ليتpoints بأنها تدسخلوا عليد أنشب الناس ما هو تفكير من المعادل البشرية نستطيع أن نتخيل ماذا سيحدث في المستقبل هنا إنها كارثة اجتماعية على الطريق لتحط حطاطها بينهم أنا لست خبيرة قانونية ولست سياسية ولكن أنا أخمن بأن أجدادهم الذين ثبتوا حق اللجوء في دستورهم كانوا يفكرون بأفكار ملاحقين ولم يتصوروا بأنه يوما ما سيضيف دستورهم وبندهم للقيام بإجراء نزوح جماعي من يأتي لعندهم هو من الغالبية المسلمة التي ما زالت تعيش فكريا في العصور الوسطى للأسف ولو لم يكونوا في العصور الوسطى لكانوا حلوا مشاكلهم وصراعاتهم هناك في بلادهم هؤلاء الناس يجلبون معهم في حقائبهم أسباب ومسببات كارثتهم التي جلبتهم إلى هنا نعم ترجمة نانسي قرآن لأنها أستطيع أن أجلت في الماضيات التي تتحدد فيها ولكن هذه المشهورات ويأتي في المسيلي لا يستطيع أن أرد في تركيا لم تكن أجلت في تركيا لأهلي كانوا يأتي ناستطيع أن أجلتني هناك وهي سوف تسجل الجريمة كحادثة قضاء وقدر في ملفات الشرطة التركية أرجو أن لا يحدث لي مكروه عندكم وأن تحافظوا أنتم على سلامة أصدقائي الطيبين لأنني أريد أن أعيش أن أضحق وأن أتنفس هنا بينكم ومعكم أتمنى أن لا يحدث لألمانيا ولا لأي بلد أوروبي آخر ما حدث عندنا منذ 1400 عام أنا آمل وأحذر وأقول لكم عود لروح دستوركم وأسألوا أفرادا عن أسباب قدومهم إليكم وقارنوا أسبابهم بما يصيق عليه دستوركم توقفوا عن تنزيع سكوك الغفران لكل شخص أوتوماتيكيا لأنهم إذا لم ينتبهوا فستتحول بلادكم إلى شرق أوسط جديد بكل مشاكله وصراعاته الطائفية وأيضا أنتم والكثير منكم سيتحولون إلى التطرف لأنه لم يعد يفهم ماذا سيحصل عندكم فأصدقاؤكم وجيرانكم يشعرون يوما بعد يوم بهذه العدوانية التي تبدر من كثير من اللاجئين كما حصل في رأس السنة في كولين والآلاف من التعديات الأخرى التي تحدث يوما في هذا الولد الرائع سيكون هناك من رائعين فيما سيحصل من ما يفهمهون وإنهم ويانا نعم صلى الله عليه وسلم Ich kann nur hoffen, aber euch warnen, kehren Sie zum Geiste Ihrer Verfassung zurück, befragen Sie die Einzelnen nach seinen wahren Fluchtgründen, vergleichen Sie das mit Ihrem Grundgesetz und dann treffen Sie Ihre Entscheidung. Hören Sie auf, Ablassbriefe zu verteilen, denn diese Massen werden Ihr Land vernahöstlichen. Sie, Deutsche und Einwohner dieses großartigen Landes, werden sich zu Recht radikalisieren. Viele der Menschen hier, Freunde und Nachbarn von Ihnen, sind durch diese Massen und die von ihr ausgehenden Aggressivität wie Köln am Silvester und zigtausend anderen verheimlichten Verbrechen verunsichert. Für mich sind es zur Zeit die schlimmsten Tage meines Lebens hier in diesem Kampf am Rande von Köln. Ich hoffe, der Traum von Deutschland kommt noch und ich kann hier unbehelligt leben, auch ohne Angst, dass mir bald was zustößt. Aber Hauptsache raus aus diesem Kampf. Irgendwo wohnen, mein Traumstudium der Atomphysik aufnehmen und ganz unauffällig den Bürgerstreik entlang zu laufen, die Menschen, die Autos und das Treiben auf der Straße zu beobachten, über mich selbstbestimmend zu sein und frei wie ein Vogel, wie ein Vogel in der Freiheit. Ich danke Ihnen. Applaus